بمشاركة عربية ودولية انطلقت في مدينة اللاذقية فعاليات مهرجان خطوات السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بدورته الرابعة والذي يقيمه مجلس الشباب السوري بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما والأمانة السورية للتنمية هنا وضمن هذه الصالات تكتب السينما أحلام الشباب وحياتهم بصورة مختلفة عن تلك التي تفرضها نيران الحروب والإرهاب هنا لا يتسع المكان إلا للحياة أهميته تنطلق من إرادة الحياة المهرجانات هي احتفاليات الفرح والحرب ما بيقاوم إلا الحياة الموت من واجهه بالحياة سر النجاة من تحت أي أنقاط كانت من حزن من أسى من خسارات فادحة عم يتعرض إلى الوطن هو سباتنا بإرادة الحياة إرادة الحياة هي الأمل فنحنا لما نتحلى بالأمل هو من خلال انعكاس المجتمع فمن لما نحكي نحن فعالية سينمائية بوطن الحرب أنهكيته سنوات عديدة وخسر زهرات القلوب زهرات شبابه فأنا بشوف عالم الفن هو عالم الخيال عالم الحلم نحن دول أو نحن جيل إذا ما حلمنا ما منقدر نبني مستقبل الحلم مع العمل طبعا فالمهرجان هو عبارة عن تجسد حقيقي لإرادة الحياة بعوالم الفن السابع مسابقة السيناريو لهذا العام ليست لا تقتصر على المنطقة العربية بل أصبحت مسابقة عالمية أهميته أنه يقول أن سوريا كانت ولا تزال وستبقى أبدا هي قلب الثقافة في هذه المنطقة هي مركز الإشعاع الحضاري التي قدم للبشرية أول أبجدية وأول نوطة موسيقية المهرجان الذي يقام في دار الأسد للثقافة والمسرح القومي يشهد مشاركة وصفت بالأكبر منذ انطلاقته قبل أربعة أعوام وتشهد هذه الدورة مشاركة عشرين فيلما سوريا بعد تجارب استلتت على إنجازات علماء آخرين أبرزهم عالم البصريات ابن الهيث الرحلة بدأت بعروض أفلام قصيرة هي فصحة سينمائية واسعة تلك التي أعطيت للمشاركة السورية بهدف إعطاء الشباب السوري دوره ومكانته الحقيقية في بناء مستقبله عبر السينما يقول القائمون على المهرجان رؤية المهرجان هي جزء من الرؤية الكبيرة للمجل الشباب السوري اللي هي خلق هذه الفضاءات الجديدة والمرنة والشراكات اللي عم تخلي شبابنا السوري يوم عن يوم عم يتمكن لي أظهر إبداعه والفن تبعه ويأضطروا بإطاري أدن في عمل تنموي معين هدف المهرجان يكون سلط الوصل ما بين الشاب صاحب الموهبة اللي عم يعمل فيلم أصير ما بين الجمهور اللي هو تواقل يحضر هيدا النوع من الحوار الثقافي السينمائي زائد أنه يظهر كمنتج شبابي جديد مثل السلوغان طبعا المهرجان روافت سينمائية الشابة كمان مجل الشباب السوري نكون أو نكون وشباب السوري اليوم عم يأكد قديش دوره مهم وقوي رغم ضعف الإمكانيات قدر يستقطب العشرات من الأفلام من خارج البلد ومثل ما شفتوا الفيلم افتتاحي كان من فرنسا والثالث من اليونان فالشباب السوري بيستحق يندعم هلأ وبعدين نحن شركة M.T.N رعاة لهذا المهرجان من بدايته لأنه نحن شركاء استراتيجيين وهو بينصب بأهداف M.T.N برعاية المجتمع السوري ورعاية كل الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية اللي بتخدم المجتمع السوري ونحن موجودين معهم إن شاء الله رح نكون موجودين معهم بكل خطواتهم القادمة ورشاة عمل للإخراج وكتابة السيناريو بعنوان الفيلم السينمائي من الورق إلى الشاشة ستقام على هامش المهرجان يهدف من خلالها القائمون عليه إلى دعم التجارب الشابة والعمل على ثقلها على درب مختلفة ولحن مغير لدروب الحرب وطبولها تدور عجلة السينما في سوريا هنا حيث لا مكان إلا للحب والفن تغيب النيران ويزول دخانها لترسم الشاشة الكبيرة صورة مختلفة عن الحياة في زمن الحرب من اللاذقية مازين محمد الأخبارية السورية